في إطار ضمان إنجاز الانتخابات في موعدها المحدد وإنجاحها أعلنت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات لتنظيم العملية المرتقبة لتعلن من جانبها جاهزيتها الفنية لإجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر الحكومة أعلنت عن ثلاثة مسارات رئيسية أولها المسار الفني واللوجستي الذي ستنفذه وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية حيث ستعمل الداخلية على تأمين مراكز الاقتراع بالمدارس والبالغ عددها 1900 ومركزين بواسطة 35 ألف عنصر أمني و2500 آلية بعد أن تنهي العناصر البرنامج التدريبي المكثف الذي انطلق مؤخرا لتحضيرهم أما المسار الثاني فيتعلق بالمشاركة السياسية عبر توسيع دائرة المشاركة والدفع نحو رفع نسبة الاقتراع يوم الانتخابات بالإضافة إلى تدريب 300 ألف شاب حول عملية المشاركة السياسية والتعامل مع العملية الانتخابية سواء كمرشحين أو ناخبين عن طريق وزارة الشباب في حين ستقوم وزارة المرأة بوضع خطة لضمان مشاركة نساء في الانتخابات وآخر المسارات هو المسار المتعلق بالجانب الإعلامي حيث سيتم تأسيس مكتب إعلامي لدعم العملية الانتخابية لرصد المحتوى في وسائل الإعلام العامة والخاصة ورصد الأخطاء ونسب ظهور المرشحين والأطراف السياسية خطوات جاءت لتؤكد أن الجميع ملتزم بإجراء الانتخابات في موعدها من النواحي الفنية وتقنية غير أن الساسة حتى الآن ما زالوا يعرقلون إقرار قاعدة دستورية لإنجازها